عجز رئيس الوزراء والحد من المعقولية هم القانونان الوحيدان النافذان من خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية والتي تشمل ثمانية قوانين فيما حاضيت ثلاثة مشاريع قوانين بقراءة أولى وظلت ثلاثة أخرى بانتظار العرض التمهيدية قانون عجز رئيس الوزراء ينص على أنه لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء عن شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية ووفق القانون فإن السلطة إعلان ذلك ستمارس فقط من خلال إعلان للكنيسة من قبل رئيس الوزراء أو من خلال إعلان من الحكومة ثم يمرر من قبل ثلاثة أربع أعضائها ينص على أنه إذا كان على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الكنيسة بأنه يعترض على إعلان الحكومة فسيحدد رئيس الكنيسة جلسة خاصة ولن يتم تفعيل عجز رئيس الوزراء ما لم تتم الموافق عليه بأغلبية 90 من إجمالي 120 طبقا للقانون فإن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا لن تستمع إلى طلب إعلان أو الموافق على عجز رئيس الوزراء أو أي حكم أو أمر صادر عن محكمة بهذا المعنى سوف يخلو من السلطة ويعتبر باطلا وتسعى هذه المادة لحماية رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ولتحصينه بسبب الاتهامات بالفساد التي يواجهها والتي قد تؤدي إلى سجنه وذلك في حال أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية لاتهامات الموجهة ضده ولنفترض جدلا أن القرار قبل أمام المحكمة فهناك قانون آخر يطلق عليه اسم قانون التغلب ويعد من أهم التعديلات وهو يجرد المحكمة العليا من صلاحية إعادة النظر في القوانين التي يسنها الكنيسة وكذلك نص على عدم إمكانية التقاضي بشأن القوانين الأساسية وأن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا أن تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة تتعلق بصحة قانون الأساسية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات